نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما تتضمنه العلاقات البحرينية الأمريكية من شراكة حيوية في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب والإسهام في دعم وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها شر اسمه لدى لقائه اليوم بقصر الإقضابية السيد رونالد نيومان سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق لدى مملكة البحرين رئيس الأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية إلى أن تواصل التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يتواصل على مختلف المستويات وفق أسس حفظ المصالح المشتركة والتفاهم المستمر لكافة الظروف الأقليمية والدولية والتعاون نحو تحقيق المبادئ المرتكزة على حفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الاستقرار والتنمية وخلال اللقاء شهد سموه بالخبرة الدبلوماسية التي يمتلكها السيد نيومان مستذكرا فترة عمله كسفير في البحرين وكنائب لوزير الخارجية الأمريكي وما أسهم به من دور في دعم مسار العلاقات بين البلدين الصديقين كما أعرب سموه عن التطلع للتعاون البنائي والاستفادة من خبرات الأكاديمية الأمريكية للدبلوماسية وما تطرحه من برامج متقدمة على هذا الصعيد من جانبه أعرب سيد نيومان عن سروره بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأشاد باهتمام سموه الدائم بدعم العلاقات البحرينية الأمريكية اشتركوا في القناة